بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي رقم خمسة أنصح في شعبات العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع قال لتكن أف دالة معرفة على آر نجمة بأف لإكس يسين جذر إكس مربع زائد واحد على إكس ناقص إكس قال وصي أف تمثيلها البيان في معلم متعامد ومتجنس أو إي جي قال واحد أحسب نهايات الدل أف على مجال تعريفها ثانيا قال أدرس تغييرات الدل أف وشكل جدول تغييراتها ثالثا قال بيين أن المستقيم دي ذو معدلة إيقلا جيسينا ناقص إكس ناقص واحد مقارب مائل لسي أف بجوار ناقص ملا نهاية رابعا قال بيّن أن المستقيم D فتح ذو معدلة Y-X زائد واحد مقالب مائل لCF بجوار زائد مال نهاية خامسا قال حدد وضعية CF بالنسبة إلى المستقيم المقالب D و D فتح سادسا قال أرسم CF و D و D فتح أكيد هنا نرسم D و D فتح ثم CF أكيد والمستقيم ذو المعادلة Y-X سابعا قال ناقش بيّنين وحسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد حلول المعادلة التي هي جذر X مربع زائد واحد ناقص X في X زائد X في M أو MX يسوي الصفر ثمنا قال ناقش بيّنين وحسب قيم الوسيط الحقيقي لوندا عدد حلول المعادلة F لX يسوينا ناقص X زائد لوندا حيث هذا لوندا أكيد وسيط حقيقي قال كذلك لتكن G معرفة على R نجمة B G لX تسوينا جذر X مربع زائد واحد على القيمة المطلقة لX ناقص القيمة المطلقة لX تاسعا قال أكتب G أو G لX دون رمز القيمة المطلقة عاشرا قال بيّن كيف يمكن رسم منحنة الدلّة G بالاستعانة بمنحنة CF ثم أرسمه في المعلم السابق إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في إجابة على السؤال الأول قال أحسب النهايات أو نهايات دلّة F إذن نكتب هنا حساب النهايات نحن نملك يا أبنائي قال أن D F تسوي لنا ماذا؟ تسوي لنا R نجمة ما معنى النجمة الذي هي من ناقص مال نهاية إلى الصفر؟ اتحاد من الصفر إلى زائد مال نهاية ننطلق بأول نهاية اللي هي لميت F لX لما X يقول إلى الناقص مال نهاية تصبح لنا تسوي لنا ماذا؟ تسوي لنا لميت هكذا جذر X مربع زائد واحد هكذا على X ناقص ماذا؟ ناقص X لما X قلنا يقول إلى ناقص مال نهاية نأتي لنكمل تصبح لنا إذن هنا هكذا تصبح لنا تسوي لنا لميت هنا بالداخل لو نستخرج X مربع المشترك ركزوا جيدا هكذا نقول X مربع بالداخل ماذا؟ يبقى لنا يبقى لنا واحد زائد واحد على X مربع هكذا فما عندنا على X ناقص ماذا؟ ناقص X هنا لما X أكيد يقول إلى ناقص مال نهاية هذا له الحق أن يخرج إلى هنا لكن X مربع إذا خرج من الجذر يخرج لنا بالقيمة المطلقة لX عليكم أن تفهموا هذه القواعد تصبح لنا تسوي لنا لميت القيمة المطلقة لX في واحد زائد واحد على X مربع الكل هكذا على X ثم عندنا ناقص X هنا الذي ما زال يتبعنا هكذا لما X قلنا يقول إلى ناقص مال نهاية لكن القيمة المطلقة المعروفة على أن القيمة المطلقة لX تسوي لنا قيمة T تسوي لنا X وتسوي لنا ناقص X X ماتع إذا كان X أكبر أو يسوي 0 وتسوي لنا ناقص X إذا كان X أقل من الصفر بما أننا نحن نتحدد إذا نكمل لاحظوا إذن هذه القيمة المطلقة إذن لما تنزع أكيد بما أننا نحن بجوار الناقص مال نهاية تصبح لنا ناقص X فتصبح لنا تسوي لنا لميت ناقص X هكذا في واحد زائد واحد على X مربع ثم هنا على X ناقص X هنا كما تلاحظون مع X قلنا يقول إلى الناقص مال نهاية أكيد هذا مع هذا سوف يذهب فماذا ينتج لنا الليميت ناقص في واحد زائد واحد على X مربع ناقص X هنا لما X يقول إلى ناقص مال نهاية لاحظوا لكن هذه أكيد تصبح لنا واحد على المال نهاية يذهب إلى الصفر عوضوا الآن يعني هنا لما X يقول إلى ناقص ما يتصبح لكم هنا ناقص مال نهاية وهذا الناقص ماذا يجعلها يجعلها أكيد زائد مال نهاية أما هنا فتبقى لنا ها في هذا الجزء كليا يذهب لنا إلى ناقص واحد ناقص واحد لا يحدث شيء مع الناقص ومع الزائد مال نهاية عندنا كذلك الآن عند الزائد مال نهاية نفس الشيء limit f لx لما x يقول إلى زائد مال نهاية تصبح لنا نفس الشيء بالنسبة معنا سوف نتحصل على هذا الفرع لكن بما أننا نحن تعامل مع الزائد مال أكيد القيمة المطلقة تنزع ويضع في مكانها الـ x معنا تصبح لكم هكذا تصبح لنا تسوينا limit x في هكذا واحد زائد واحد على x الكل هكذا على x ناقص x هذا لما x يقول إلى زائد مال نهاية يذهب هذا مع هذا هكذا فتصبح لنا تسوينا limit 1 زائد واحد على x مربع ناقص x لما x يقول إلى زائد مال نهاية أكيد هكذا لما هنا عندنا هذا الجزء أكيد يذهب إلى الصفرة نأتي بهذه لما نضعه هنا تصبح لنا زائد مالا ناقص هذا تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص مالا نهاية إذن نهايات عند زائد مالا نهاية والناقص مالا نهاية قد حسبناها بقيت لنا الآن النهاية عند الصفرة إذن نأتي الآن ونقول كذلك Limit F لX التي هي هكذا لاحظوا جيدا لهي قلنا X مربع زائد واحد على X ناقص X لما X يقول إلى الصفر بقيم أقل هنا لو نلاحظ جيدا يعني إذا عوضنا تعويض مباشر على ماذا سوف نتحصل لو نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر فماذا ينتجي أبنائي أكيد تصبح لنا هنا في البسط تصبح لنا الجذر واحد الذي هو واحد على الصفر ناقص صفر لكن نأتي الآن إلى المقام إذا وضعنا جدول صغير له هكذا X أينين عندهم عندهم عند الصفر هنا ناقص وهنا زائد معناه من هنا صفر ناقص واحد على صفر ناقص أكيد هنا لما أن الصفر هذا لا يحدث شيء يعني هذا الصفر نزعناه لأنه لا يحدث شيء صبح لنا واحد على صفر ناقص اللي هي ناقص مالا نهاية ثم الآن بنفس الشيء limit نفس الشيء F لـ X لما X يقول إلى الصفر بقيم أكبر سوف نتحصل على واحد على صفر لكن بقيم أكبر أمظروا بقيم أكبر معناه صفر زائد واحد على صفر زائد يعطي لنا زائد مالا نهاية هنا يوجد لنا تفسير بياني الذي هو X يساوي صفر مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي الذي هو محور ترتيف في هذه الحالة لأن تقول قاعدة إذا خسبت النهاية عند قيمة معلومة ووجدت مالا نهاية فنقول X يساوي ذلك القيمة اللي هي الصفر مستقيم مقارب عمودي فقط بعدما أنهينا مع هذا سوف نتطرق الآن إلى الثاني قال أدرس تغيرات الدلاء أو اتجاه التغير إذن نكتب هنا دراسة تغيرات F هنا ننطلق نقول الدلاء F قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على R نجمة اللي هو أو نكتب على المجالين في الأصل على المجالين من هم المجالين الذين هم من ناقص مالا نهاية إلى الصفر والمجال الأخر الذي هو من الصفر إلى زائد مالا نهاية وتصبح لنا ودلتها المشتقة تصبح لنا F فتحة لX تساوي أولا نحن نملك F لX ماذا تساوي؟ تساوينا هكذا جذر X مربع زائد واحد على X ناقص X هنا علينا أن نطبق مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع لأن U على V وهي مشتق نسبة تصبح لنا مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع إذن نضع أولا خط الكسر هكذا مشتق البسطي الذي هو كام؟ مشتق الدل الجذري هو مشتق ما بداخل الجذري يعني 2x على 2 في الجذر اللي هو x مربع زائد 1 أعيد مشتق الدالة الجذرية هو مشتق الذي بداخل الجذر الذي هو 2x على 2 في العبارة مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام مشتق المقام له هو مشتق x كم هو 1 في البسط الذي هو x مربع x قلف مربع زائد 1 وعندنا هذا لوحده ناقص x لما يشتق ناقص 1 أرجو قد فهمتم الفكرة ثم الآن ما علينا إلا إكمال العمل أولا عندنا هذا مع هذا سوف يذهب على المقام مربع لننسى المقام مربع أعتذر إن نسيت المقام مربع فصبح لنا f فتحة لx يساوي لاحظوا وانتبهوا نقطة نقطة نضع هنا خط هكذا وتصبح لنا هذا يضرب في هذا تصبح لنا x مربع على جذر x مربع زائد 1 ناقص هنا على الخط جذر x مربع زائد 1 ثم ناقص 1 على x مربع بعدها أكيد نفكر في توحيد المقام حتى نوحد المقام إلى هذا الجزء مع لهنا هنا نضرب هذا في نفسه يعني يصبح لنا مربع وأي شيء جذر وربع تصبح لنا أنه يذهب الجذر فتصبح لنا تساوي ركز جيداً تصبح لنا هكذا هذا يصبحوا يضربوا في مقلوب هذا حتى تفهموا جيداً الفكرة يعني توحيد المقام قلت تصبح لنا x مربع في جذر x مربع زائد 1 وهنا تصبح لنا x مربع ناقص x مربع زائد 1 ثم عندنا ناقص 1 هنا أرجو قد فهمتم الفكرة لم أفعل شيء إنما وحد المقام هذه بما أنها جذر وربعات فيذهب جذرها ثم عندنا أن ننزع من هنا خط هكذا وهكذا وندخل عليهم ناقص بحلنا ناقص ناقص فيذهب هذا مع هذا بما أن يذهب هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لاحظوا جيداً تصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص واحد على x مربع في جذر x مربع زائد 1 لاحظوا جيداً ثم عندنا ناقص واحد هكذا وهذه القيمة مهما كان إنها قيمة سالبة لماذا؟ لأن هذه مجابة ومقلوب ويصبح لنا مجاب ضربت في الناقص بحلنا سالب وعندنا الناقص واحد سالب نقول ومنه ماذا؟ ومنه f فتحة لx قيمة سالبة على هذا المجال وهو الرجمة نقول ومنه الدالة f كيف هي؟ الدالة f متناقصة تماماً على ماذا؟ على المجالين من هم المجالين؟ لذانهم من ناقص مال نهاية إلى الصفر والمجال الآخر لهو من الصفر إلى زائد مال نهاية فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى شكل جدول التغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات ماذا؟ f إذن عندنا x من ناقص عفواً قلنا من ناقص مال نهاية وعندنا الصفر كقيبة ممنوعة لأننا قلنا معرفة على r نجمة إذن هكذا ثم عندنا الزائد مال نهاية ثم عندنا جزء f فتحة لx قلنا إنها قيمة سالبة إذن هنا هكذا ثم عندنا جزء الصور اللي هو f لx قلنا أنها من هنا متناقصة هكذا وعندنا كذلك من هنا متناقصة هكذا أولاً عندنا حسبنا النهاية عند الناقص مال نهاية وجدناها زائد مال نهاية وعند الصفر بقيم أقل وجدناها ناقص مالا نهاية وبقيم أكبر وجدناها زائد مالا نهاية وعند الزائد مالا نهاية وجدناها ناقص مالا نهاية هقد الآن وجدنا جدول تغييرات هذه الدالة بعدما أكملنا مع هذا الصفر نتطرق الآن إلى ثالثا قال بيّن أن المستقيم دي ذو المعادلة إقلق جو سعين ناقص إكس ناقص واحد مقارب ما اللي سي أكب جوار ناقص مالا نهاية إذن نكتب هنا البرهان النادي مستقيم مقارب ما إلا بجوار ناقص مالا نهاية نحن نعلم حتى يكون مستقيم مقارب يجب أن تكون النهاية الفرقة تساوي السفر معناه limit f لx ناقص y هكذا لما الـ x يقول إلى الناقص مالا نهاية يجب أن نجدها تساوي السفر هل معناه نجدها تساوي السفر يجب أن نجدها تعالوا ننطلق تصبح لنا تساوي لنا limit f لx اللي هي جذر x مربع زائد واحد على x ناقص x ثم ناقص y معناه هذه ندخل عليها كليا ناقص لما ندخل على نصبه لنا زائد x ثم زائد واحد يذهب هذا مع هذا معقرنا أن x يقول دائما إلى الناقص مالا نهاية كما تلاحظون تصبح لنا تساوي لنا limit هكذا جذر x مربع زائد واحد على x ثم زائد واحد لاحظوا جيدا هكذا لما الـ x يقول إلى الناقص مالا نهاية تصبح لنا تساوي الآن إذن نكمل تصبح لنا تساوي لنا limit قلنا هذا بنفس الشيء نستخرجه من هنا يخرج لنا بالقيمة المطلقة مثل ما ذكرنا في الأول مثل النهاية تصبح لنا القيمة المطلقة لx هكذا في 1 زائد واحد على x مربع الكل على x ثم عندنا هنا زائد واحد هكذا لما الـ x يقول إلى الناقص مالا نهاية لكن قلنا بما أن هذا بجوار الناقص ما يعطينا الناقص x يمكن أن ننزع هذا كليا مثل ما فعلنا في جزء النهايات تصبح لكم هكذا فيذهب هذا مع هذا لما يذهب هذا مع هذا لاحظوا ماذا يبقى لنا يبقى لنا هذا هو العمل الذي سوف نتحصل عليه تحصل على هكذا مثل ما تلاحظون الآن عندنا هذا الجزء يذهب إلى الصفر فتصبح لنا كم تساوي تصبح لنا هذا يعطيكم جدر واحد والناقص الذي سبق بقبله تصبح لنا ناقص واحد زائد واحد الذي هو إذن تصبح لنا ناقص واحد زائد واحد يساوي الصفر نقول ومنه d مستقيم مقارب ما إلا بجوار ماذا بجوار الناقص ما لا نهاية أرجو قد فهمته الآن نأتي بنفس الخطة الآن إلى d فتحة إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا أن d فتحة مستقيم مقارب مائل بجوار ماذا بجوار الزائد مال نهاية نفس الشيء نحسب نهاية الفرق يجب أن نجدها كم يساوي الصفر إذن تصبح لنا هكذا الليميت الآف لإكس الذي هو قلنا هو جذر إكس مربع زائد واحد على إكس ناقص إكس ناقص هذه تصبح لنا زائد إكس ناقص واحد هكذا لما الإكس يؤول إلى الزائد مال نهاية بنفس الشيء أنه هذا يذهب ونطبق الحالة التي طبقناها تصبح لنا الليميت القيمة المطلقة لإكس في جذر واحد زائد واحد على إكس مربع على إكس ثم قلنا ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الزائد مال نهاية لكن بما أن قلنا نحن بجوار الزائد مال نهاية فيذهب هنا تذهب هذه هكذا يعني ثم ينزع هذا مع هذا لما ينزع كذلك يعني سوف إذن لاحظوا التغييرات التي سوف تحدث لهذه العبارة إذن تصبح لكم مثلما تلاحظون هكذا ثم عندنا هذا يذهب إلى الصفر بما أن يذهب إلى الصفر تصبح لكم هنا لاحظوا تصبح لنا واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد أكيد لا يختلف فيها اثنان إنها الصفر نقول ومنه دي فتحة مستقيم مقارب مائل بجوار أكيد للسي أف بجوار الزائد مال نهاية فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا سوف نتطرق الآن إلى خامسا حدد وضعية سي أف بالنسبة إلى المستقيمين دي ودي فتحة إذن نكتب هنا تحديد وضعية ماذا وضعية سي أف بالنسبة إلى ماذا إلى أولا إلى الدي نقول قاعدة ندرس إشارة الفرق الفرق ماذا الفرق أف لإكس ناقص إغراق أكيد على أر نجمع على مجموعة التعريف تصبح لنا أف لإكس ناقص إغراق يساوي نضربها في ناقص تصبح لنا زائد إكس زائد واحد أرجو قد فهمتهم يعني هذه ندخل عليها ناقص فأولا فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تساوي لاحظوا جيدا تصبح لنا جذر إكس مربع زائد واحد على إكس ثم عندنا زائد واحد يقول أحدكم يا أستاذ هذه القيمة مجابا لا يا أبني لأن هذا نعم إكس مربع موجب والواحد موجب وهذا الواحد لكن هذا فيه السالب وفيه الموجب إذن فلا يمكن أن نحكم مباشرة هنا يمكن الآن أن نوحد المقام تصبح لنا إذا وحدنا المقام أكيد أنه هذا يضرب في هذا لما نضربه أكيد فماذا تحصل تصبح لكم هكذا القيمة ركزوا جيدا يعني هكذا زائد إكس لكن هنا هكذا إشارة كسر من إشارة البسط في المقام قلنا نحن ندرس إشارة أولا هذا نتركه كما هو الـ إكس نعرفه يبقى لنا الآن إشارة هذا هذا قلت إشارة هذا الكسر من إشارة البسط في المقام المقام سوف نتحدثها من النقص ما ناقص إلى الصفر يكون سالب ومن الصفر إلى زائد ما يكون موجب الآن يبقى لنا الإشكال في هذه القيمة ندرس إشارة هذه الجذر إكس مربع زائد واحد هذه زائد إكس الآن ركزوا جيدا أولا نفرض أنها تكون أكبر أو يساوي السر أولا لاحظوا نقول ألف إذا كان عندنا إكس مجب إكس كيف هو مجب تعالوا ننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ يصبح لنا جذرة إذن هذه هنا نقول نفرض كيف؟ نفرض أن هذه القيمة مجابة إذا وجدنا أنها محققة فاللهم بارك إذا وجدنا التناقض فنعلم أن هذه القيمة سالبة لاحظوا جيدا حتى تفهموا سبحانا إكس مربع زائد واحد أكبر أو يساوينا ناقص إكس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن أولا إكس كيف هو؟ إكس مجب إكس مجب فهذا كيف يكون؟ كيف تكون ناقص إكس سالبة وهذا الجزء هذا الجزء بما أنه تحت الجذر إنه في الرياضية دائما مجب وهذا انظروا جيدا إنه مجب وضرب في ناقص طيب يصبح لنا كم؟ يصبح لنا السالب الموجب دائما أكبر من السالب نقول محققة مهما كان إكس ينتمي من المجال من الصفر إلى الزائد مالنهاية يعني هذه القيمة محققة لم نجد لها التناقض مع الفرضية الفرضية أنا وقلنا أن إكس مربع زائد واحد تحت الجذر زائد إكس أكبر أو يساوي السفر لاحظوا جيدا قلنا إذا كان إكس كيف هو أكبر من السفر نقلنا هذا الجزء فيصبح لنا هذا كيف هو موجب وعندنا ناقص إكس كيف هو يصبح سالبي أننا قلنا تخيلوا مثلا إكس يأخذ قيمة أربعة الإكس تخيلوا أربعة ويضربوا في النقص يصبح لنا نقص أربعة القيمة هذه موجبة وهذه السالبة دائما محققة فهنا بما أن محققة نقول سي آف يقع فوق دي في المجال أكيد المجال اللي نتحدث عليه لكن هل هذا صحيح؟ ركزوا لم نحكم بعد لا يجوز أن نحكم بعد لماذا أبنائي؟ لأن المقام لم نتحدث معه فقط نتحدثنا مع البسط نأتي الآن ب إذا قلنا أن إكس أقل من الصفر فيصبح لنا هذا ننقله إلى هنا نقول هذا صبح لنا جذر إكس مربع زائد واحد أقل أكبر أو يساوينا ناقص إكس هذا موجب والإكس كيف هو السالب وإذا ضرب في النقص يصبح لنا موجب يعني هذا الجزء موجب وهذا الجزء يصبح لنا موجب لاحظوا واركزوا الإكس سالب إذا ضرب في النقص يصبح لنا موجب وهذا تحت الجذر أكيد موجب لاحظوا بعدها يمكن أن نربع الطرفين نربع مربع الطرفين لما نربع الطرفين هذا الجزء أكيد جذره ماذا يحدث له؟ يذهب إكس مربع زائد واحد والجزء الآخر هذا لما نربعه ماذا يحدث له؟ تصبح لنا إكس مربع يذهب هذا مع هذا فيصبح لنا واحد أكبر أو يساوي السفر هل هذا محقق؟ نعم محقق إذن بما أن محقق فماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن ماذا؟ إذن محقق مهما كان ماذا؟ إكس ينتمي من الناقس مال نهاية إلى الصفر لاحظوا الآن معناه ماذا؟ ومنه نستنتج ومنه أن الجذر إكس مربع زائد واحد زائد إكس هذه قيمة مجابع مهما كان إكس ينتمي إلى آر نجمع الآن فإن من هو المسؤول الذي يصبح لنا؟ المسؤول هو هذا فقط أعيد وأكرر هذه القيمة إنها موجبة ونحن قلنا إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن البسط ظهر أنه موجب ظهر كيف هو؟ أنه موجب قال أن المقام هو الذي يحدد لنا الوضعية به نضع هنا الجدول هكذا تتفهم جيدا لأن الوضعية من هذا النوع لما تلتقون بالدول الجذرية تحتاج إلى نوع من الذكاء يا أبنائي وحل المتراجحة الصماء الذي وجد إشكال يكتب المؤادلة أو المتراجحة الصماء الأستاذ نوردين سوف يتعلم هذه الأشياء لاحظوا هنا هكذا إذن قلنا إكس من ناقص ما لا نهاية عندنا الصفر الصفر هنا لاحظوا ثم هنا يأتي يصبح لنا كقيمة ممنوعة لاحظوا ثم سوف تفهمون أبنائي إذن عندنا قلنا من هو المسؤول؟ المسؤول هو هذا فقط أما البسط ظهر أنه موجب تصبح لنا إكس من هنا سالب ومن هنا موجب هنا لا ننسى الزائد من لا نهاية وعندنا هنا أف لإكس ناقص إقلاق إذن إشارة هذا الكسر أكيد الذي يؤثر هو المقام فقط تصبح لنا ناقص وهنا ناقص زائد آفون نقول هنا الوضعية نقول CF أسفل ماذا؟ أسفل D وهنا نقول CF فوق ماذا؟ فوق D فقط أما هنا لا يمكن أن نقوله يقطع لأن هذه قيمة ممنوعة هكذا قد أنهينا مع الجزء الأول نأتي الآن إلى الجزء الثاني الجزء الثاني كذلك الذي يقول وضعية الآن CF بالنسبة إلى دفتها إذن نكتب هنا وضعية أو دراسة وضعية إذن دراسة وضعية CF بالنسبة إلى دفتها كذلك نقول ندرس إشارة الفرق دائما الفرق الذي هو F لX ناقص Y أكيد على مجال التعريف له على R نجمة تصبح لنا F لX ناقص Y يسوي الف لX المعروف عليها أنها هي الجذر X مربع زائد واحد على X ناقص X ثم ندخل الناقص إلى هذا الجزء تصبح لنا زائد X ثم ناقص واحد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا تسوينا ماذا؟ تصبح تسوينا هكذا جذر X مربع زائد واحد على X ثم عندنا ناقص واحد هذا لما نواحد له المقام معنا نضربه في هذا ماذا يصبح؟ تصبح لنا ناقص X إشارة هذا الكسر أكيد من إشارة البسط في المقام مثل ما فعلنا في الأول المقام نتركه كما هو نأتي الآن إلى البسط الذي نفرض إذن أولا نقول نفرض عندنا X مربع زائد واحد ناقص X نضع له يساوي السفر نضعه يساوي السفر المقام أتركه في الأخير الآن نقول إذا كان ألف X كيف هو؟ X مجب فماذا ينتج؟ أنه هذا ننقله إلى هنا فينتج لنا أن الجذر X مربع زائد واحد يكون أكبر أو يساوي لنا X لاحظوا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تفهموا الآن قلنا على هذا كيف هو؟ هذا قلنا عليه أنه موجب وهذا قلنا عليه كيف هو؟ إنه موجب الموجب والموجب نربع الطرفين نربع الطرفين هنا دائما عندنا كلمة نفرض وهل نجد تناقض أم لا؟ لما نربع الطرفين أكيد من هنا ماذا يحدث؟ الجذر سوف يذهب تصبح لنا X مربع زائد واحد أكبر أو يساوينا X مربع يذهب هذا مع هذا تصبح لنا X أعفوا تصبح لنا واحد أكبر من الصفر أكيد هذا محقق إذن محقق لاحظوا وانتبهوا محقق مهما كان X ينتمي إلى المجال الذي قلنا فيه لومينا الصفر إلى الزائد مالا نهاية عندنا الآن نأتي إلى با إذا كان عندنا X أقل من الصفر ثم نتحدث مع هذا قلت لهذا أتركه كما هو نبحث عن إشارة البسط المقام أمره سهلا عندنا كذلك تصبح لنا X مو قربع زائد واحد أكيد لما ننقل هذا كذلك إلى هذا الجزء تصبح لنا كم؟ تصبح لنا أكبر أو يساوينا X معا قلنا أنه هنا دائما نفرض نفرض لاحظوا جيدا حتى لا تخطي الأمور قلنا ناقص X نفرضها كذلك من أكبر من الصفر وهل نجد تناقض أم لا؟ ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا جذر X مو ربع زائد واحد أكبر أو يساوي لنا X لاحظوا الآن هذا كيف هو؟ هذا موجب وهذا كيف هو؟ ها هو أمامكم سالب الموجب دائما أكبر من سالب إذن نقول محققا من أجل X ينتمي إلى المجال ماذا؟ من الناقص مال نهاية إلى الصفر لماذا محققا ابني؟ لأن هذا كيف هو؟ دائما موجب تحت الجذر الجذر دائما موجب الجذر دائما موجب وهذا كيف هو؟ قلنا عليه السالب أسأل موجب دائما في الرياضية أكبر من السالب هذا لا جدال فيه إذن فيصبح لنا هذا الأمر محقق إذن هنا ظهرت أن الفراضية صحيح أن هذه القيمة موجب وهذه موجب نقول ومنه لاحظتم أن الأمر جد بسط نقول ومنه جذر X مربع زائد واحد زائد عفوا ناقص ناقص X دائما قيمة كيف هي؟ قيمة موجب يعني هذا البسط لا يؤثر علينا أصلا من هو الذي الآن يؤثر على الوضعية؟ أكيد هو تلك الـ X الموجود في المقام لأن البسط برهناه أنه موجب يعني لا يؤثر بإشارته إذن يصبح لنا هكذا ثم عندنا هكذا وعندنا هكذا مثل ما فعلنا في الجزء الأول مع D إذن عندنا هنا أولا X من ناقص مالا نهاية وعندنا الصفر وعندنا الزائد مالا نهاية إذن هذا من هنا نفس ومن هنا عكس لمن لـ X ثم هنا ينزل يصبح لنا كقيم ممنوعة لأن نصبح الصفر قيمة ممنوعة ثم نكتب هنا F لـ X ناقص Y هنا ناقص قلنا وهنا زائدنا وقل إشارة كما هي ونكتب هنا الوضعية نكتب هنا C F أسفل ماذا أسفل D فتحة وهنا C F فوق ماذا فوق D فتحة وانتهى الأمر فقط أبني أرجو قد فهمتم هذه المتراجحات إذا وجدتم فيها إشكال أكتبوا المتراجحات سوف تجدون فيديو يتحدث عن هذا حتى تنزعوا الإشكال فيما يخص هذه الوضعيات بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى الرسم قال أرسل D و D فتحة والمستقيم هذا ذو المعادلة Y يساوي ناقص X و S F أولا نأتي إلى المستقيم المقارب العمودي الذي هو ها هو X يساوي الصفر ها هو أمامكم انظر ها هو إذا كاتبنا هنا X يساوي كم يساوي الصفر اللي هو محور التراتيب عندنا كذلك عندنا المستقيم D هنا يمكن أن نستعين بالجدول المستقيم سعيد X و Y إذا أعطينا لل X صفر ال Y كم يسبح يسبح لنا ناقص 1 إذا أعطينا عفوا إذن قلت إذا أعطينا لل X الصفر نعطي للآن لل X واحد يسبح لنا 1 ها يجمعوا هذا الآن مع هذا إنها ناقص 2 إذن النقطة الأولى هي صفر مع ناقص 1 ها هي صفر مع ناقص 1 صفر مع ناقص 1 وعندنا الواحد مع ناقص 2 ها هي أمامكم ثم نربط ما بينهم كما تلاحظ انظر ها هو أمامكم المستقيم الذي اسمه D إذن هنا عندنا ماذا؟ عندنا المستقيم D الآن سوف نحتاج إلى معادلته لأنه تنفعنا هذه المعادلة سوف نقوم بكتابتها لاحظوا لأننا سوف نحتاجها في المناقش إيغراج يساوينا نقولنا ماذا؟ لاحظوا إذن إيغراج يساوينا ناقص X ناقص 1 وعندنا كذلك المستقيم الآخر أكيد الذي هو D فتحه هو مستقيم يوازيه إذا قمنا هنا بالصفر الصفر يعطي لنا واحد وإذا قلنا بالواحد هنا يعطي لنا الصفر فيصبحنا ماذا؟ صفر مع واحد ها هو ثم عندنا الواحد مع الصفر إذن يكون هنا ثم نقوم برسمه يوازيه ها هو أمامكم انظروا ها هو إنهم مستقيمان كيف هما؟ عفوا إذن إنهم مستقيمان متوازيان ها هما أمامكم D و D فتحه مستقيمان متوازيان لأن المعامل مضروف في الـ X نفسه هنا ناقص واحد وهنا الناقص واحد أرجو قد تفهمون هذه اللغة التي هذه حدث بها ثم نكتب كذلك هنا عندنا D فتحه الد فتحه عندهم معادلته اللي هي Y يساين ناقص X زائد واحد ها كذا تتفهموا جيدا الآن عندنا كذلك قال أصم هذا المستقيم الذي هو ذو المعادلة Y يساين ناقص X لهو المنصف الأول المنصف الأول ها هو أمامكم إذا رسمناه مباشرة ها هو المنصف الأول وهذا أكيد سوف نحتاجه في المناقشة الدورانية التي سوف تأتينا بعدها إذن عندنا هنا كذلك إذا قلنا على معادلته إنها Y يساوي ناقص X تذكروا هذه المعادلات لأنها سوف تنفعنا الآن ننطلق في أعمالية الرسمة لاحظوا قال هنا عندنا مستقما D فتحه إذن هنا عندنا بجوار ناقص ما لنهي ألم نقول أنه هذا بجوار عفوا هذا هذه قلنا هذا كان بجوار الناقص ما لنهي وهذا بجوار زائل مدنية معناه هنا لاحظوا انتبهوا ها هو D وعندنا هنا ننزل انظروا ننزل ينكون بجوار D إذن هنا لاحظوا هذا المستقيم هو لهذا الجزء حتى تفهموا الترجمة إذن هنا عندنا D ينزل إلى هذا المستقيم أشرح كل شيء حتى يفهم الجميع معناه أكيد سوف يأتينا الرسم ها كذا انظر عفوا إذن كان بجوار D ثم ينزل بجوار تلك الجدار وهو X يساوي السفر ها هو المنحن وإنه منحن يعني مستحيل أن نأتي به مضبوط 100% مثل البرنامج يرسم المنحن باليد إذن فلا تقولوا أن هذا الرسم خطأ أو يأتي أحدكم ويأتي هكذا لا هذا ليس بمنحن وليس بمستقيم مقارب إنما هنا يكفينا هذا الجزء ثم الجزء الآخر أكيد سوف يكون من هنا يعني ها هو أمامكم من هنا وينزل نحو دي فتحة إذن فيأتينا هكذا هل هذا صحيح نعم يأتينا من هنا عفوا يأتينا من هنا ويتجه نحو دي فتحة ها هو أمامكم فقط حتى تلاحظ الفكرة إذن لاحظوا سوف نقوم برسمه أكثر دقة أفضل عفوا إذن سوف نقوم برسمه بأكثر ها هو إذن هذا هو منحن هذا الدالة لا يهم قلت أن نأتي به مضبوط مئة بمئة لكن إنه المنحن فقط عفوا هكذا فقط ونكتب ماذا ونكتب cf نسبة إلى الدالة af فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا سوف نتطرق الآن إلى ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد حلول المعادلة جذر x مربع زائد واحد ناقص x في x زائد xm أو mx كلاهما لأن الضرب عملية تبديلية يساوي الصفر إذن نكتب هنا المناقشة البيانية لحلول المعادلة التي ها هي بحوزتنا ركزوا هنا أرجوكم الأمر يظهر أنه صعب لكن هو بسيط جدا ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة أن هذه المعادلة لاحظوا جيدا هذه منها يجب أن تصل إلى f يجب أن تصل إلى f لx تساوي شيء يساوي شيء فيه أم لا يهمون هذا الشيء المهم انطلاقا من هذه عليكم أن تصل إلى هذه القيمة تساوي جزء من الجهة الأخرى فيه أم ليس أم فيه أم لا يهمون ما هو تعالوا ننطلق حتى تفهموا الفكرة وهذه دايما أكرر وأعيد حتى نجد معناه معادلة مكافئة لهذه المعادلة لاحظوا وانتبهوا معي قلنا يجب أن نجد f لx بعد أن نجد هذه القيمة تساوي شيء فيه أم ما رأيكم أبنائي لو هذا الجزء ننقله إلى الطرف الآخر لاحظوا تصبح لنا هكذا هذا الجذر x مربع زائد واحد يساوي x في x زائد m x هكذا mx أو x أم كلاهما ما رأيكم الآن أبنائي لو هذا ننقله إلى هذا المكان لأنه في بما أنه في يعني ينقل إلى المقام هكذا ويصبح لنا ها هي أمامكم الآن ما رأيكم كذلك إذا آتيتوا بهذا الجزء ونقلته إلى هنا لاحظوا دقيقوا مع عبارة f هل وصلنا أم لا تصبح لكم جذر x مربع زائد واحد على x ثم ناقص x يساوي ماذا يساوي نام x انظروا هذه القيمة أليس هي هذه التي بطبعها f لx نعم وتصبح لنا ماذا تصبح لنا f لx تساوي نام x مثل ما ذكرت لكم f لx تساوي شيء فيه هل وصلنا نعم وحطتم هذا هو الأول شيء إذا أخطأتم فيه فمستحيل تعرفون طبيعة هذه المناقشة إذن بعدما وصلنا إلى هذه f المعادلة المعادلة وهذه بما أنها متكافئتان فحلول هذه معادلة هي نفسها حلول هذه معادلة الآن ننطلق في المناقش نقول الحلول البيانية للمعادلة من هي المعادلة هي هذه لأن نفسها قلت منها من هذه وصلنا إلى تسمى معادلة متكافئة التي تنين لهم نفس الحلول الحلول بين المعادلة f ل x تساين m هي فواصل نقط تقاطع أولا نقول فواصل لأن مربوطة بالحلول معادلة والمترجهة دائما نقول فواصل نقط تقاطع cf والمستقيم ذو المعادلة f ل x هكذا لا لا نقول f ل x إنما في هذا المكان ضع y نقول معناه y يساين f y يساين m x y يساين m x الآن ما طبيعة هذه المناقشة هل هي أفقية أم مائلة أم دورانية عندنا نحن نعلم أن معادلة المستقيم تكتب ax z b هذا ماذا يسمى يسمى معامل التوجيه أو مرة نجده الميل الميل إذا كان المعلم متعمد ومتجانس إذا كان هذا الجزء هو الذي يتغير هذا الجزء فاعلموا أنها دورانية إذا كان هذا الجزء يعني هنا يوجد الآن إذا كان هنا الآن فهي مائلة إذا كان هنا دورانية إذا كانت غير موجود الـ x أصلا مثلا وجدتم y مربع مثلا هذه أعلم أنها أفقية إذا لم يذكر الـ x فاعلم أنها أفقية حتى أشرح لكم الآن هنا بالمطابقة انظروا الآن أصبح هو الذي مضروب في الـ x معناه معامل التوجيه الذي يتغير معناه تصبح دورانية إذا إذا وجدتم الآن مضروب في الـ x فاعلم أنها دورانية إذا هذه المناقشة إنها مناقشة دورانية كيف دورانية أبنائي معناه ناتي بالمستقيم ها هو أمامكم ويصبح عنده مكان وهذا المستقيم يدور هكذا مثل ماتول هكذا يصبح يدور لكن عنده مكان واحد يدور فيه أينه إنه الصفر حتى تفهم جيدا لاحظوا جيدا يقول أحدكم كيف عرفته أنه الصفر يمكنكم إعطاء قيم لأم كقيم تقريبية نعطي مثلا لأم سفر فنجد إغلاق يسوي هو هذا نعطي مثلا لأم يسوي واحد فيصبح لنا المستقيم هو هذا هو المنصف الأول نعطي لأم ناقص واحد يصبح لنا هو هذا لاحظتم فهي مناقشة كيف هي إنها دورانية انظر جميع المستقيمات تشمل هذه النقطة لنقطة المبدأ ناتب المستقيم ها هو أمامكم ها هو المستقيم أولا المستقيم يكون معامل توجيه هكذا متجه نحو الأسفل لما يكون متجه نحو الأسفل كم يكون لنا معامل توجيه يعني هي ناقص تسع اللي هي انظروا في الدائرة المثلاثية هكذا حتى تتفهم هنا لما يكون متجه إعلام أن في الأصل نقول من ناقص ما لا نهاية عندنا إلى زائد ما لا نهاية إذا كان متجه نحو الأسفل متجه نحو الأسفل هكذا اعلم أن يكون معامل توجيه هو ناقص ما لا نهاية إذا كان هكذا كم يكون معامل توجيه يكون سفر إذا كان متجه نحو الأعلى هكذا ب90 درجة معامل توجيه زائد ما لا نهاية إذا كان مثلا هكذا معنى إذا كان Y مثلا نسل dinner 지금은 ناقص X معامل توجيه كم؟ إنه ناقص واحد مثلا هنا معامل توجيه كم؟ إنه ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا معامل توجيه كم؟ ناقص واحد حتى تفهموا جيدا هو القيمة التي تضرب في X تعالوا الآن ننطلق حتى تفهموا الآن المستقيم ها هو قلنا ها هو متجهن حق Prom وبدأ يدور في نفس النقطة ها يوجد تقطعات؟ هل يوجد هذا المستقيم الأزرق هل يتقاطع مع أحد مع المنحني هذا أو هذا الجزء لا يوجد تعالوا نتركه يكمل دورنا هل يوجد لا يوجد هل يوجد لا يوجد نحن من نقص من اليوم متجهين هل يوجد لا يوجد إلى غاية هنا هل يوجد لا إلى غاية ماذا إن طبقت إيغلاق آم إكس إن طبقت مع إيغلاق يسوي ناقص إكس طابق الآن آم كم يأخذ؟ يأخذ لنا ناقص واحد إذن نقول واحد آم ينطلق من ناقص ما نعمل؟ يعني من ناقص 90 درجة إلى غاية ناقص واحد حتى إنه مغلق لا يوجد حلول للمعادلة لماذا لا يوجد حلول؟ لأنه لا يوجد تقاطعات أصلا بعدها أبنائي تعالوا نكمل السيلان ها هو بدأ بالدورة هل يوجد تقاطعات؟ يقول أحدكم لا لا تنسوا أن المنحني في الأصل هذا المنحني ما زال يكمل سيلانا وهكذا ومن هنا في الأصل ما زال يكمل سيلانا وهكذا حتى تفهموا جيدا هل يوجد تقاطعات؟ انظروا نعم إنها يوجد تقاطعات تعالوا يكمل سيلانا هل يوجد تقاطعات؟ نعم ها هي واحدة وها هي الأخرى ها هي نقطة إحداث فاصلتها سالبة وها هي نقطة فاصلتها مجابة يكمل دورانا هل يوجد؟ نعم ما زال حلان وهنا حلان انظروا حلان ما معنى حلان؟ معنى تقاطعان الخط الأزرق مع المنهانة كم يقطعه؟ واحد هنا وواحد هنا حلان كلمة يقطعه مرة معنى حلان حلان هل يوجد؟ نعم حلان حلان إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هنا يبقى لنا كلها حلان يعني من هذا المكان وهو يدور إلى غاية هنا كلها يقطعه في نقطتان نقطة فاصلتها سالبة ونقطة فاصلتها مجابة فنقول اثنان آم ينتمي من ماذا؟ من ناقص واحد إلى غاية الزائد ملانية لأن قلنا هنا كم كان آم؟ يكون هي هذه القيمة وقلنا التسعون درجة قلنا هو الزائد ملانية حفظوا هذه الأشياء إذن للمعادلة حلان متميزان أحدهما سالب والآخر كيف هو؟ مجب أكيد مجب تماما وسالب تماما أرجو قد فهم يوجد لنا مناقشتان في هذا التمرين فقط إذن عندنا إذا كان عندنا هذا المستقيم انظروا ينطبق أولا يأتي من ناقص ملانية ها هي الناقص ملانية يعني متجه نحو الأسفل ويبدأ بالدوران هكذا هكذا إلى غاية هنا لا يوجد حلول يعني من ناقص ملانية إلى ناقص واحد ثم من هنا إلى غاية الزائد ما يبقى دائما يقطعه في نقطتان إلى غاية هنا لا تنسوا أنه دائما في الأصلة يكون يدور في هذه النقطة أرجو قد فهمتم هذه المناقشة الدورانية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء من المناقشة البيانية نأتي الآن إلى الثامنة كذلك مناقشة البيانية جزء آخر قال ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحق لوندا عدد حلول معادلة F لX ناقص X زائد لوندا إذن نكتب هنا المناقشة كذلك البيانية لحلول المعادلة التي هي ماذا؟ التي هي F لX تسوينا ناقص X زائد لوندا حيث هذا لوندا قلنا وسيط حقيقي نقول الحلول أو الحلول البيانية للمعادلة F لX تسوينا ناقص X زائد لوندا هي فواصل أولا فواصل نقطة تقاطع C F والمستقيم ذو المعادلة هنا قلنا ننزع F لX ونضع Y Y يسوينا ناقص X زائد لوندا هل هي الآن أفقية أم مائلة أم دورانية انظروا قلنا كل مستقيم يكتبوا هكذا Y يسوينا A X زائد B هل الآن الوسيط موضوع في هذا المكان؟ إذا وضع هنا سوف نقول دورانية مثلما وجدناها في الأول أنها Y يسوينا M X الآن الام لكن هنا ليس الام إنما أعطينا الوسيط آخر لأن الوسيط ليس دائما اسمه آم يمكن أن يسميه T يسمي أن يسميه K أنه لوندا المهم نلاحظ أن الوسيط أصبح في مكان البي قلنا إذا وجد الوسيط في هذا الجزء فاعلموا أنها مائلة حتى تفهموا جيدا إذن هي مناقشة كيف هي مائلة إذن ها هو المستقيم لاحظوا إذن هذه المناقشة سوف تأتيكم هكذا وتبدأوا بالسعود حيث ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن D هذا D يوازي D فتحة وهو بطبعه يوازينا إذا سميناه هذا D لوندا لماذا؟ لأن D عندنا عدلته ناقص X ناقص واحد والآخر ناقص X زائد واحد والوسيط لهو ناقص X زائد لوندا انظروا معاملة توجيه عندهم كلهم ناقص واحد ناقص واحد نقول على مستقيمات أنها متوازية إذا كان معامل توجيهها كلها متساوية إذن فهي مناقشة مائلة بحيث يكون هذا المستقيم الأزرق يوازي هذا المستقيم ويوازي هذا المستقيم ويوازي هذا المستقيم إذن من أين ننطلق؟ ننطلق من ناقص مالا نهاية وابدأ بالسعود قيم لوندا سوف تكون أكيد على هذا المهور يعني لوندا من أين ينطلق؟ أكيد من ناقص مالا نهاية وابدأ بالسعود هكذا إلى غاية زائد مالا نهاية إذن ننطلق نقول لوندا ينتمي من ناقص مالا نهاية وابدأ بالسعود انظروا بأم عينكم ها هو بدأ بالسعود كم يجد لنا من تقاطع؟ ها هو واحد يسقط في الجهة السالبة يكمل أكمل الآن مسح ما زال سالب يقطعه مرة انظروا ثم ها هو يكمل سيران عفوا ها هو يكمل سيران مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة إلى غاية هذا المكان الآن هنا كم يكون قيمة لوندا ها هي قيمة لوندا بالمطابقة انظروا لوندا يصبح لنا ناقص واحد إلى غاية ناقص واحد مفتوح للمعادلة حلا كيف هو سالبا حتى نفهم جيدا يعني ينطبق انظروا هذا لوندا حتى تفهموا جيدا هذا لوندا ينطبق مع هذا كم يصبح يصبح لنا لوندا يصبح لنا ناقص واحد الآن من هنا هل يوجد تقاطعات لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد إلى غاية هنا إلى غاية ماذا انظروا من هذا المكان إلى هنا لا يوجد حلول يعني لوندا لوندا ينتمي من ناقص واحد إلى غاية الواحد لا يوجد حلول لماذا يعني ها هو لوندا هنا كم يأخذ ناقص واحد وهنا كم يساوينا يساوينا واحد أو بالمطابقة الجهة الأخرى انظروا كذلك ها هو أمامكم لوندا انظروا لوندا هنا كم يأخذ يأخذ لنا واحد الآن من هذا المكان ويكمل السيلان هل يوجد تقطعات نعم ها هي وحيدة الآن يكمل لو يكمل السعود كم ها هي وحيدة ما زالت وحيدة ها هو ما زال ما زال إلى غاية ماذا حتى ولو لأن المنحن لا تنسوا أنه ما زال يصعد ها كذا اذا تبقى دائما حل 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 إلى غاية زايد ماذا فنقول لوندا ينتمي إذا هذه سميناها واحد هذه اثنان وهذه ثلاثة ينتمي من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية للمعادلة حلا كيف هو موجبا تماما أكيد إذا أضفنا هنا تماما لاحظتم يعني يوجد يقول لحدكم يا أستاذ وهنا الواحد والنقص واحد لماذا المجال عنده مفتوح لأنها مستقيمات مقاربة معنا مستحيل أن يصل إليه إنما التقاطر يحدث في المالة نهاية ونحن لا نعلم قيمة المالة نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع المناقشات هذه نأتي الآن إلى الجزء الآخر قال لتكن جي دالة معرفة على R نجمة B جي لإكس يسعى أن جذر X مربع زائد واحد على القيمة المطلقة لإكس ناقص القيمة المطلقة لإكس قال أكتب جي دون رمز القيمة المطلقة إذن نكتب هنا كتابة جي أو جي لإكس كذلك دون رمز القيمة المطلقة لكن لاحظوا جيدا نحن نعلم أن القيمة المطلقة في الرياضيات أن القيمة المطلقة لإكس تساوينا قيمتان قلنا إما إكس وإما ناقص إكس إكس إذا كان إكس أكبر أو يساوي الصفر وناقص إكس إذا كان إكس أقل من الصفر تعالوا الآن إذا كتبنا جي لإكس تصبح لنا تساوي لنا قيمتان الآن إما تساوي لنا إكس بعدما تصبح لنا تساوي لنا إكس مربع زائد واحد على ماذا؟ على إكس ناقص إكس هنا إذا كان إكس أكبر تماما من الصفر يقول أحدكم لكن هنا لماذا قلت أكبر أو يسوي لأنه نبدأ غير معرفة عند الصفر لهذا استثنيت الصفر حتى تفهموا جيدا وهذه بطبعها لو تدقق جيدا هذه القيمة أليس هي آف لإكس؟ نعم إذن هذه نفسه هي آف لإكس إذن آف لإكس تساوي الجي لإكس من الصفر إلى زائد ما لا نهاية الآن هذه الآن نأتي بها ونضعها مرة الآن هنا وهنا وهنا فماذا ينتج؟ تصبح لكم جذر هنا عوضوا بناقص إكس مربع وهي تبقى لنا إكس مربع يعني إكس مربع زائد واحد على ناقص إكس ثم عندنا الناقص عوضوا هنا بناقص إكس مع هذا الناقص نصبح لنا زائد أو نتركها هكذا ناقص إكس الآن هذه متى؟ إذا كان إكس أقلت من الصفر لكن هذه سوف نلاحظ فيها شيء معين حتى تفهم جيدا أريد أن أفصل كل شيء هذه الجزء الثاني لو نستخرج من هنا من هنا ناقص ومن هنا ناقص إلى هذا المكان ألا تصبح لنا هنا ناقص؟ هكذا دققوا أرجوكم سوف أغير هنا في الكتاب حتى تفهموا جيدا ماذا أفعل إذا أتينا من هنا ونازعنا ناقص وأصبحت العبارة هكذا انظروا ماذا أصبحت أصبحت لنا هكذا لأن الناقص استخرجته كليا هنا أليس هذه العبارة تصبح لنا أف لناقص إكس أو ناقص أف لإكس هل هذا صحيح؟ معنى هذه انظروا انظروا إلى هذا الجزء أليس هذا هو نفسه هذا؟ نعم لحظتم إذا ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا تساوي ناقص ناقص أف لإكس أرجو قد فهمتم الجي لإكس تساوينا أف لإكس لما الإكس يكون أكبر تم من الصفر والجي لإكس وجدناها أن تساوينا ناقص أف لإكس إذا كان الإكس أقل تماما من الصفر الآن بعدما وجدنا هذه العلاقات أبناء ما بين السي جي والسي أف بالرغم هو قال أكتب جي دون رمز القيمة المطلقة كتبناها لكن استنتجنا هذا الأمر لأن السؤال الذي يأتي بعد لاحظوا ماذا قال قال بين كيف يمكن رسم منحانة دلجي بالاستعانة بي سي أف ثم أرسمه لاحظوا هنا أركز أرجوكم أبني وتابعوا الآن قلنا أنه جي لإكس تساوينا أف لإكس إذا كان إكس موجب تماما هذا ماذا يعني نقول هكذا حتى تدفى مجهد نقول سي جي ينطبق على ماذا على سي أف في المجال أكيد من ماذا من الصفر إلى غاية الزائد ملاني معناه تعالوا هنا نرسم أمامكم حتى تلاحظوا بأمي عينكم معنى هذا الجزء ينطبق سي جي على سي أف هذا الجزء الأول لكن لاحظوا جيدا الجزء الثاني الجزء الثاني أنه يا أبني إنه جي لإكس تساوينا ناقص آف لإكس جي لإكس تساوي آف لإكس معنى كل قيمة يأخذها تأخذها الآ الجي لإكس هي آف لإكس نضربها في النقص مثلا إلى الجيل الأف لإكس أخذت خمسة فالجيل إكس تأخذ ناقص خمسة فنقول هنا التناظر نقول و سي جي نغير سي أف بالنسبة إلى محور الفواصل لأن إذا أخذت هذه مثلا واحد الأخرى كم تأخذ ناقص واحد إذا أخذت هذه الاثنان الأخرى تأخذ ناقص اثنين هذا التناظر بالنسبة إلى ماذا أكد إلى بالنسبة إلى محور الفواصل حتى يفهم الجميع إذن بالنسبة إلى محور الفواصل في المجال أو على المجال اللي هو من ناقص مال نهاية إلى الصفر كيف كيف ذلك أبنائي معناه هذا الجزء 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 الذي يكون أسفل يصبح أعلى والجزء الذي يكون هذا أعلى يصبح من هنا أسفل حتى نفهم جيد يعني كيف تتم العملية لاحظوا معناه أولا سوف ينتج لنا مستقيم مقارب جديد نصف ها هو انظروا حتى تفهموا جيدا معناه هذا ناظير هذا بالنسبة إلى محور الفواصل الآن إذا أتينا الآن إلى الرسم لاحظوا معناه يصبح لنا من هنا هكذا أبنائي ومن هنا يكمل سيره هكذا حيث يصبح هذا وهذا متناظرا بالنسبة إلى هذا كما هذا الجزء وهذا الجزء متناظرا بسبب المحور الفواصل لماذا أبنائي لأن كذلك أن الدالة هي دالة زوجية لماذا الدالة زوجية لاحظوا والدالة زوجية معناه هذا الجزء يكون متطابق مع سي أف والجزء الذي هو بالناقس ملنية إلى الصفر يكون متناظر بالنسبة إلى محور التراتب هذه طريقة ثانية لكن نحن اكتشفنا من أن جيلي إكس تصنينا ناقس فلي إكس معناه أن يكون تناظر لجيلي إكس مع ناقس فلي إكس بالنسبة إلى محور الفواصل حتى تفهموا أرجو قد فهمتم ثم نكتب هنا سي جي الذي هو يوحي باللون الأزرق إذن الجزء الأول إنطابق والجزء الثاني ناظرناه بالنسبة إلى محور الفواصل لأن جيلي إكس تصنينا ناقس فلي إكس معناه هذا يسمى التناظر بالنسبة إلى محور الفواصل فقط فيصبح هنا هذا هو يا أبنائي فقط وهذا يمكن أن نكتبه هنا دي فتحتين يعني هو مستقيم مقارب اليد هو ناظير الدي بالنسبة إلى محور الفواصل فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته